عقدت ثلاث لجان برلمانية في مجلس الأمة اجتماعاتها العادية لمناقشة الموضوعات والمقترحات النيابية المدرجة على جدول أعمالها وتكليفات المجلس لها لجنة الشكاوى والعرائض بحثت الموضوعات المدرجة فيما ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختمي مشروع قانون بربط ميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2021-2022 لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد وبحضور وزير الأعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن طيري ووكيل وزارة الأعلام منير الهويدي والمسؤولين في وزارة الأعلام ناقشت مشروع قانون بشأن الأعلام المرئي والمسموع ومشروع قانون المطبوعات والنشر بعد المداولة الأولى ثلاث لجان برلمانية في مجلس الأمة عقدت اجتماعاتها العادية لمناقشة الموضوعات والملفات المدرجة على جدول أعمالها وتكلفات المجلس لها إضافة إلى المشاريع بقانون والاختراحات النيابية لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية وبحضور وزير الأعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري ووكيل وزارة الأعلام منير الهويدي والوكلاء المساعدين في الوزارة نقشت مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم واحد وستين لسنة الفين وسبعة بشأن الإعلام المرئي والمسموع بعد المداولة الأولى ومشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم ثلاثة لسنة الفين وستة في شأن المطبوعات والنشر بعد المداولة الأولى فيما ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية مشروع قانون بربط ميزانية مؤسسة الموانئة الكويتية للسنة المالية 2021-2022 ومناقشت الحساب الختامي لمؤسسة الموانئة الكويتية للسنة المالية 2019-2020 بينما ناقشت لجنة الشكاوى والعرائض البرلمانية الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها نواف شراكي تفزون دولة الكويت اشتركوا في القناة